تعود البطولة العربية من جديد للتوهج ان شاء الله بمشاركة الاندية الكبرى لما يشارك من مصر الزمالك والاهلي لما يشارك من المغرب ترجع عفوا الوداد والرجاء لما يشارك من السعودية بطل الدوري فريق الهلال والنصر بقيادة نجمو كريستيانو ونادي الاتحاد بنجمنا الكبيرين احمد حجازي وطارق حامد بالاضافة الى عدد من الفرق الكبيرة العظيمة زي شباب بلوزداد الجزائري السد القطري وغيرها من الاندية الكبرى اعتقد ده بيضمن نجاحها دي البطولة بالنسبة للتساؤل عن موافقة النادي الاهلي عن مشاركة في البطولة طبعا الاهلي موافق وموافق جدا بس قصة تصبيت الموعيد ومعلوماتي انه اللمسات الاخيرة لاعلام مشاركة النادي الاهلي خلاص اصبحت يعني مسألة ايام واتم الاعلام رسميا عن مشاركة النادي الاهلي في هذه البطولة اما السوبر الافريقي فده لسه ليه كلام كتير جدا بمناسبة السوبر الافريقي دي ضوابط وقواعد ولوائح حاطتها الكاف لمشاركة الاندية يعني هتلاقي مثلا النادي زي سيمبا التنزاني مشارك فيها واندية القطن الكاميروني مش بقيمة مثلا الاهلي او الزمالك او الترجي او الوداد لكن زي الاندية هي ابطال الدوري في دولها وافريقيا وبالتالي هيكلهم تواجد بقوة فكرة انه كانوا هيبقى اربعة وعشرين نادي او اكتر خلاص دي انتهت دلوقتي ما بين تمانية الى عشر اندية لكن السؤال هل بطولة السوبر الافريقي هتتلاعب ولا مش هتتلاعب ده السؤال الاجبر الذي ننتظر له او عليه الاجابة لكن مشاركة الاهلي في البطولة العربية تقريبا نقول عليها اصبحت شبه مضمونة فاصل ونرجع التالي